السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنكمل درس الممنوع من الصرف وهناخد الممنوع من الصرف لعلتين وهناخد اعراب الممنوع من الصرف وتمارين عليه ان شاء الله في الفيديو اللي فات عرفنا ان الممنوع من الصرف هو اي اسم معرب سواء كان نكرة او معرفة لا ينون ويعرب حسب موقعه في الجملة وناخد بالنا اننا قلنا ان هو اسم يعني هنستبعد ان يكون فعل او حرف وقلنا ان الاسم علشان يبقى ممنوع من الصرف في حاجتين ممكن يكون ممنوع من الصرف لعلة واحدة وممكن يكون ممنوع من الصرف لعلتين وعرفنا إن فيه 13 سبب لمنع الاسم من الصرف 3 بسبب علة واحدة و10 بسبب علتين واللي بسبب علتين 6 منهم لو كان الاسم علم و4 منهم لو كان الاسم صفة الاسم الممنوع من الصرف لعلة واحدة وده 3 أسباب لو كان على صيغة منتهى الجموع لو كان اسم مختوم بألف تأنيس مكسورة لو كان اسم مختوم بألف تأنيس ممدودة أما بقى الممنوع من الصرف لعلتين وهو لو كان علم زائد حاجة أو صفة زائد حاجة أول حاجة لو كان علم أول حاجة هتبقى لو علم مؤنس اتنين لو علم أعجمي تلاتة لو علم على وزن الفعل أربعة لو علم به ألف ونون زائدتين خمسة لو علم على وزن فعل ستة لو علم مركب تركيب مسجي أما بقى لو صفة هيبقى واحد لو صفة على وزن فعلان اتنين لو صفة على وزن أفعل تلاتة لو صفة على وزن فعل أربعة لو صفة على وزن فعال أو مفعل وده للأعداد أخذنا في الدرس اللي فات الممنوع من الصرف العلة واحدة النهاردة إن شاء الله هيبقى درسنا الممنوع من الصرف العلتين عندنا الممنوع من الصرف العلتين أول حاجة لو كان علم زائد حاجة والحاجة التانية لو كان صفة زائد حاجة هناخد الأول العلم العلم هو اسم بيدل علم وسمى ولا يحتاج إلى اسم يعرفه وبيكون اسم أشخاص أو مدن أو ألقاب أول حاجة العلم على وزن فعل زي مثلا كلمات زي عمر، زحل، جحة، هبل، مدر تاني حاجة لو كان علم بينتهي بألف ونون زائدتين زي رمضان، شعبان، سليمان، عثمان، ريان، مروان، رضوان، عمران، بدران، شعلان، حمدان، سعفان، عفان هنلاقي في كل الكلمات دي الألف ونون هنا زائدة يعني رمضان أصلها رمضا يبقى الألف ونون زائدة شعبان، شعبا، سليمان، سلمة، عثمان، عثمان، ريان، ريا مروان، مروة، رضوان، رضوة، عمران عمراء، بدران، بدران، شعلان، شعلة حمدان، حمداء، سعفان، سعفا، عفان، عفا يبقى أي علم آخره ألف ونون زائدتين ده بيكون ممنوع من الصرف ملحوظة مهمة كلمة حسان اختلف فيها العلماء فيه اللي قال إن هي مصروفة وفيه اللي قال إن هي ممنوع من الصرف قالك لو هي بمعنى الحس يعني جاية من الحس والأحسيس هتمنع من الصرف لأن أصلها حساة يبهينها الألف والنون زائدة مش من أصل الكلمة لكن لو اعتبرتها جاية من الحسن يبقى أصلها حسنة يبهينها النون من أصل الكلمة يبهينها كده دي مصروفة ومش ممنوعة من الصرف يبقى كلمة حسان لو أصلها حساة هتبقى ممنوعة من الصرف لو أصلها حسنة هتبقى مصروفة ملحوظة تانية كلمة شيطان لما نيجي نكشف عن كلمة شيطان في المعجم ليها كشفين ممكن نكشف عنها في مادة شيطة ودي جاية من شاطة يشيط بمعنى احترق وإما في مادة شطنة أي بعدة يعني الشيطان بعد عن ربنا هنلاقي هنا إن الشيطان لو هنقول أصلها شيطة يبقى هنا الألف والنون زائدة هتبقى كده ممنوع من الصرف لكن لو هنقول أصلها شطنة هتبقى مصروفة لأن النون هنا من أصل الكلمة ملحوظة تانية كلمة إحسان كلمة إحسان ممكن تبقى مصروفة وممكن تبقى ممنوع من الصرف لو هنقول أصلها حسنة يبقى كده هي مصروفة لأن النون من أصل الكلمة أما كلمة إحسان لو جت بمعنى اسم بنت بنت اسمها إحسان كده هتبقى ممنوع من الصرف لأنها هتبقى علام مؤنس يبقى ملحوظة ناخدها مهمة لو كان العالم مخطوم بألف ونون وعند حزفهما تبقى أقل من حرفين واجب صرف هذا الاسم لأن هنا الألف و النون هتبقى من أصل الكلمة زي كلمة عنان لو حزفنا الألف و النون هيتبقلنا حرفين يبقى كده هنعرف أن الألف و النون كانت من أصل الكلمة يبقى الكلمة دي مصروفة وغير ممنوعة من الصرف يعني هنوينها عادي خالص تالت حاجة من الممنوع من الصرف لعلتين لو جيه علم على وزن الفعل زي أحمد، يزيد، يحيا، تغلب، أشرف، يثرب، أسعد، أكرم، ينبع يعني هنلاقي أن الكلمة ممكن تنفع تيجي اسم وممكن تنفع تيجي فعل يعني لما أقول أحمد ولد مجتهد أحمد هنا اسم طب لما أقول أحمد الله على نعمة أحمد هنا فعل أحمد اللي جاي اسم دي دي كده ممنوع من الصرف أشرف طالب ماهر هنلاقي أن أشرف جات اسم طيب أشرف المهندس على البناء أشرف هنا فعل يبقى أشرف طالب ماهر أشرف دي ممنوع من الصرف سميته ابني يحيا ليحيا هنلاقي ان يحيا الاولى اسم يحيا التانية فعل يبقى يحيا الاسم دي ممنوع من الصرف يثرب هي اسم مدينة رسول الله يثرب الطالب صاحبه يعني لامه وعيره بزنبه هنلاقي ان يثرب اللي جاي اسم ممنوع من الصرف ينبع مدينة جميلة ينبع الماء من العين ينبع جاية بمعنى اسم والمرة التانية جاية بمعنى فعل تغلب الفتاة اخاها تغلب قبيلة عربية هنلاقي ان تغلب قبيلة عربية تغلب هنا جاية بمعنى اسم هتبقى ممنوع من الصرف السبب الرابع لو العلم جه علم مركب تركيب مسجي يعني بنجيب حاجتين ما لهمش علاقة ببعض خالص ونمسكهم في بعض بور سعيد بور توفيق بور فؤاد نيويورك نيوجيرسي حضراموت بعلبك دي كلمتين بنمسكهم في بعض هما ما لهمش علاقة ببعض خالص ده بيبقى اسمه علم مركب تركيب مسجي خامس حاجة لو جه علم أعجمي يعني غير عربي يعني ما زادت أصوله عن ثلاث حروف أول حاجة أعلام الأنبياء إبراهيم إسحاق يعكوب عيسى موسى إسماعيل يوسف أو ما سميها على أسماءهم هنلاقي أن كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف معادة ستة أنبياء مجموعة في كلمة صن شمله صن صاد صالح النون نوح الشين شعيب الميم محمد اللام لوت الهاء يبقى أي اسم نبي أو ما سميها بهما يعني أي حد اسمه على اسم أي نبي غير الستة أنبياء صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوت وهود بيكون ممنوع من الصرف ملحوظة مهمة كل أسماء الأنبياء أعجمية معادة محمد صالح شعيب سليمان يحيى يعني الخمس أسماء دي أسماء عربية وليست أعجمية هنلاقي أن سليمان اسم عربي ولكنه ممنوع من الصرف بسبب أنه مختوم بألف ونون زائدتين يحيى اسم عربي ولكنه برضو ممنوع من الصرف لأنه على وزن الفعل ملحوظة العلم الأعجمي السلاسي ساكن الوسط بيصرف زي نوح هود لوط يبقى كده علشان ما نطلق بطش هنلاقي أن كل أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف معادة صالح نوح شعيب محمد لوط هود وكل أسماء الأنبياء أعجمية معادة محمد صالح شعيب سليمان يحيى هنلاقي أن سليمان ويحيى ممنوعين من الصرف مش علشان هم أعلام أعجمية ولكن سليمان علشان فيها ألف ونون زائدتين يحيى علشان علم على وزن الفعل تاني حاجة من العلم الأعجمي أسماء الملائكة زي جبريل إسرافيل ميكايل دي كلها أسماء أعجمية طبعا وما سمي بهم يعني أي واحد اسمه جبريل ده ممنوع من الصرف كل أسماء الملائكة ممنوع من الصرف معادة منكر ونكير ومالك دي بتكون أسماء مصروفة ثالث حاجة من الأعلام الأعجمية الشهور الميلادية يعني يناير فبراير مارس أول من نشوفها نعرف إن هي ممنوع من الصرف رابح حاجة من الأعلام الأعجمية أسماء البلاد والمدن لندن، طنطا، مكة، فرنسا، تركيا، كوبا، فلسطين خامس حاجة من الأعلام الأعجمية أي اسم فرعوني رمسيس، أحمس، إزيس سادس حاجة من الأعلام الأعجمية أي علام أوروبي يعني شارلز، بيتر، بيشوي، مينة، أبا نوب، جوليا، كسرة، متة، بخارة، مايكل ملحوظة مهمة جدا كل الأعلام الأعجمية اللي أخدناها دي مش هنيجي في الامتحان نقول إبراهيم ممنوع من الصرف علشان اسم نبي ولا يناير ممنوع من الصرف علشان اسم شهر الميلادي ولا جبريل ممنوع من الصرف علشان اسم ملك ولا إزيس ممنوع من الصرف علشان اسم فرعوني لا طبعا غلط هنقول ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي سابع حاجة من الممنوع من الصرف لعلتين لو كان علم مؤنس علامات التأنيس عندنا التأل المربوطة أو ألف التأنيس المكسورة أو ألف التأنيس الممدودة اللغة العربية فيها ثلاث أنواع من التأنيس ياما يكون تأنيس لفظي ومعنوي ياما يكون تأنيس لفظي فقط ياما يكون تأنيس معنوي فقط التأنيس اللفظي والمعنوي يعني بيدل على المؤنس وبردو في علام التأنيس زي أميرح، فاطمة، رقية، عائشة، منه، جنة هنلاقي الأسماء دي فيها تاء مربوطة يعني هي بتدل على المؤنس وفيها علامة تأنيس سلمة، لبنة، رضوة دي كلمات مؤنسة وفيها ألف التأنيس المكسورة نجلاء، صفاء، دعاء، شيماء، حسناء دي كلمات مؤنسة وفيها ألف التأنيس الممدودة بأي اسم بنت فيه تاء مربوطة أو ألف تأنيس مكسورة أو ألف تأنيس ممدودة ده بيكون ممنوع من الصرف لأنه اسم مؤنس تأنيس لفظي ومعنوي هنقول عليه ممنوع من الصرف لأنه عالم مؤنس برضو عندنا المؤنس اللفظي فقط يعني بيدل على المذكر بس فيه علامة تأنيس زي حمزة، عبيدة، حمضلة، معاوية، عمطرة، أسامة، عقبة، سلامة الكلمات دي كلها أسماء مذكر ولكن فيها تاء مربوطة يعني علامة من علامات التأنيس برضو بتكون ممنوعة من الصرف أما المؤنس المعنوي هو بيدل على مؤنس بس مفيش فيه علامة تأنيس زينب، سعاد، مريم، خلود، إيمان لاي برضو أن الأسماء دي ممنوعة من الصرف لأنها علامة مؤنس يعني باختصار كده أي اسم بنت سواء بقى كان فيه علامة تأنيس مفهوش علامة تأنيس فهو ممنوع من الصرف يبقى أسماء البنات كلها ممنوع من الصرف لو اسمه ولد وفيه علامة تأنيس زي حمزة، عبيدة، عنطرة، معاوية ده برضو بيكون ممنوع من الصرف ملحوظة تقى وندى الكلمات دي مؤنسة تأنيس معنوي وليست تأنيس لفظي ومعنوي إيه ده بقى؟ هي تقى وندى مش المفروض إنها مؤنس لفظي لأنها بنت ومعنوي علشان فيها علامة تأنيس اللي هي ألف التأنيس المكسورة هقولك لأ لازم ألف التأنيس المكسورة تكون زي إيه ده عن أصل الكلمة لكن هنا في تقى وندى الألف المكسورة هنا من أصل الكلمة ملحوظة مهمة جدا العلم المؤنس السلاسي ساكن الوسط يجوز صرفه أو منعه من الصرف زي هند، شهد، وعد، شمس، بدر، مصر، نور، حور الكلمات دي يجوز صرفها ويجوز منعها نشوف المثال ده حسناء فتاة حسناء هنلاقي حسناء هنا ممنوع من الصرف حسناء الأولى وحسناء التانية حسناء الأولى ممنوع من الصرف لعلتين لأنها علم مؤنس لأن ده اسم بنت أما حسناء التانية هتكون ممنوع من الصرف لعلة واحدة لأنها مخطومة بألف التأنيس الممدودة وبكده نكون خلصنا الممنوع من الصرف لعلتين لو كان علم ناخد بقى تاني نوع من الممنوع من الصرف لو جه صفة هتبقى صفة زئت حاجة اول حاجة لو كان صفة على وزن افعل مؤنسه فعلاء او فعلاء يعني لو كان اسم تفضيل او لون زي اكبر اصغر اعلى ارقى احسن هنا هنلاقيه ان على وزن افعل هنشوف مؤنسه اكبر مؤنسه كبرى يبقى كده على وزن فعلاء اصغر صغرى اعلى عليا ارقى رقيا احسن حسنى هنلاقي ان اكبر اصغر اعلى ارقى احسن ده ممنوع من الصرف لعلتين لانه صفة وعلى وزن افعل اما قبرى صغرى عليا حسنى رقيا ده ممنوع من الصرف لعلة واحدة لانه مخدوم بالف تأنيس مقصورة طيب كلمات زي اعرج اسود ابيض احمر ازرق دي صفة على وزن افعل ولكن مؤنسها على وزن فعلاء اعرج عرجاء اسود سوداء ابيض بيضاء احمر حمراء ازرق زرقاء هنلاقي ان اعرج اسود ابيض احمر ازرق دي ممنوع من الصرف لعلتين لانها صفة على وزن افعل اما عرجاء سوداء بيضاء حمراء زرقاء ممنوع من الصرف لعلة واحدة بسبب انها مخدومة بالف التأنيس الممدودة الحوضة مهمة جدا مش كل اسم هنلاقيها على وزن افعل او اي صفة هنلاقيها على وزن افعل نقول ان دي ممنوع من الصرف لا الممنوع من الصرف على وزن أفعل لو هو صفة لازم يكون مؤنسه فعلاء أو فعلاء يعني عندنا كلمة أرمل أرنب الكلمات دي مش ممنوع من الصرف لأن هنا هي أو على وزن أفعل ولكن مؤنسها مش فعلاء ولا فعلاء أرمل مؤنسه أرملة أرنب مؤنسها أرنبة يعني أرمل اللي هي أفعل على وزن أفعله أرنب على وزن أفعل مؤنسه أفعله يبقى الكلمات دي مش ممنوع من الصرف الحاجة التانية لو جه صفة على وزن فعلان مؤنسها فعلة ضمقان عطشان جوعان شبعان هنلاقي ان ضمقان مؤنسها ضمقا يعني هي على وزن فعلان وجه مؤنسها على وزن فعلة عطشان عطشة جوعان جوعا شبعان شبعا ريان ريا ملحوظة برضو مهمة جدا لو كان الاسم صفة على وزن فعلان ولكن مؤنسه مش فعلة لو مؤنسه فعلانة يبقى كده الاسم ده مصروف مش ممنوع من الصرف زي فرحان مؤنسه فرحانة طيب عريان عريانة كسلان كسلانة سرحان سرحانة يبقى الكلمات دي مصروفة مش ممنوع من الصرف يبقى ناخد بالنا لو الصفة جت على وزن فعلان نشوف المؤنس بتاحها لو المؤنس بتاحها فعلة يبقى ده اسم ممنوع من الصرف غير كده هيكون مصروف زي برضو الصفة على وزن أفعل لازم تكون مؤنسه فعلاء أو فعلاء غير كده هيبقى الاسم ده مصروف الحوزة مهمة جدا كلمة فرحان احنا لسه قيلين ان مؤنسها فرحانة يبقى كده دي كلمة مصروفة مش ممنوع من الصرف لكن بقى فرحان لو جت على انها اسم رجل فكده هتكون ممنوع من الصرف لان هي كده مخطومة بألف ونهون زائدتين تالت حاجة من الممنوع من الصرف لعلتين لو كان صفة هتبقى لو كان صفة على وزن مفعل أو فعل وده للأعداد بس موحد أحد مثناء ثناء مثلث ثلاث مربع رباع مخمس خماس مسدس ثلاث معشر عشار اي كلمة من الكلمات دي بتكون ممنوع من الصرف لانها جاي على وزن مفعل أو فعل طيب ملحوظة مهمة جدا لو كانت معشر بنقصد بيها عدد هتبقى دي كده ممنوع من الصرف لكن لو بنقصد بيها معنى قوم يعني يا معشر القوم أو كده يبقى دي مصروفة رابع حاجة من الممنوع من الصرف لعلتين لو كان صفة لو كان صفة على وزن فعل زي كلمة أخر كثر أول هنلاقي إن أخر مؤنسها أخرى أخر ممنوع من الصرف وأخرى برضو ممنوع من الصرف ولكن أخرى ممنوع من الصرف لعلة واحدة لأنها بتنتهي بألف التأنيس المكسورة وبكده هنكون خلصنا أسباب الممنوع من الصرف لعلة واحدة والعلتين دلوقتي بقى هندخل على إعراب الممنوع من الصرف هنلاقي إن الممنوع من الصرف بيكون يعرب حسب موقعه في الجملة بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر يا إما بالكسرة يا إما بالفتحة لو بالكسرة دي علامة أصلية لو بالفتحة دي علامة فرعية يجر بالكسرة لو كان معرف بأل أو مضاف يجر بالفتحة لو كان علم ممنوع من الصرف جاي نكرة جاي غير مضاف يعني لما أقول سلمت على فاطمة هنلاقي هنا إن فاطمة هتكون اسم مجرور بالفتحة لإنه علم ممنوع من الصرف تحدثت عن عمر هنقول تحدثت عن عمر هتبقى ممنوع من الصرف مجرورة بالفتحة طيب مررت بمساجدة كبيرة هنا خلينا مساجد اسم مجرور بالفتحة لإنه ممنوع من الصرف وجاي نكرة غير مضاف أما بقى لما أقول مررت بمساجد القرية هنلاقي هنا مساجد جاي بعدها مضاف إليه هنلاقي إن مساجد هنا هتعرب اسم مجرور بالكسرة لإن بعدها مضاف طيب مررت بالمساجد الكبيرة هنلاقي هنا برضو مجرورة بالكسرة لإنها معرفة بأل يبقى الإسم لما يجي نكرة أو يجي غير مضاف هيكون مجرور بالفتحة أما لو جاي معرف بأل أو مضاف هيكون مجرور بالكسرة وكده نكون خلصنا الدرس وندخل على تمارين حدد نوع الممنوع من الصرف وبين العلة وشروه بثمن بخص دراهمة معدودة هنلاقي ان الكلمة الممنوع من الصرف هنا هي دراهم وسبب العلة ان هي صيغة منتهى الجموع وهو ممنوع من الصرف لعلة واحدة جمعت المصاحف في عهد عثمان ابن عفان هنلاقي الممنوع من الصرف هنا المصاحف وهي لعلة واحدة لانها منتهى الجموع عثمان ممنوع من الصرف لان هي عبارة عن علم زائد الف ونون زائدتين عفان ممنوع من الصرف لعلتين لانها علم زائد الف ونون زائدتين من بنات النبي فاطمة وزينب ورقية هنلاقي الكلمات الممنوع من الصرف هنا فاطمة زينب رقية هي ممنوع من الصرف لعلتين لانها علم مؤنس فرجع موسى إلى قومه غضبان هل لايه هنا أن موسى ممنوع من الصرف لعلتين لأنها علم أعجمي غضبان هتبقى برضو ممنوع من الصرف لأنها صفة على وزن فعلان مؤنسها فعلة غضبان غضبا أرسل عليهم طيرا أبابيل هل لايه أبابيل ممنوع من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع يبقى ممنوع من الصرف لعلة واحدة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها هنلاقي هنا أحسن هي الممنوع من الصرف لأنها صفة على وزن أفعل فإذا هي بيضاء للناظرين هنلاقي أن بيضاء اسم مختوم بألف التأنيس الممدودة يبقى هي ممنوع من الصرف لعلة واحدة لا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى هنلاقي أن أسود وأبيض ممنوعين من الصرف لأنها صفة على وزن أفعل التقوى ممنوع من الصرف لأنها اسم مختوم بألف التأنيس المكسورة يبقى هي ممنوع من الصرف لعلة واحدة صفاء بنت مجتهدة هنلاقي صفاء هي الممنوع من الصرف وهي لعلتين هي علم مؤنث احبوا صفاء ذهنك هنلاقي أن صفاء هنا اسم ممنوع من الصرف بس لعلة واحدة لأنه اسم مختوم بألف التأنيس الممدودة حسان ابن سابت من أعظم أشعراء هنلاقي حسان لو جاية من حسة هتبقى الألف والنون زائدتين هتبقى ممنوع من الصرف لكن لو جاية من الحسن يعني الألف والنون هنا من أصل الكلمة يبقى مصروفة والأولى في حسان ابن سابت إن هي تكون جاية من الحسن علشان هو صحابي من صحابة رسول الله فهتبقى هنا مصروفة مش ممنوع من الصرف أعظم هتبقى ممنوع من الصرف لعلتين لأنها صفة على وزن أفعل الشعراء ممنوع من الصرف لعلة واحدة لأنها اسم مختوم بألف تقنيس ممدودة جلستو على موائد مسدس هنلاقي هنا أن الكلمات الممنوع من الصرف موائد ودي لأنها اسم على صيغة منتهى الجموع يبقى ممنوع من الصرف لعلة واحدة مسدس هتبقى برضو ممنوع من الصرف لأنها صفة على وزن مفعل وده عدد هتبقى ممنوع من الصرف لعلتين كم من مراعن أهملت هنلاقي الاسم الممنوع من الصرف هنا مراعن لأن مراعن هنا جاية على صيغة منتهى الجموع ويقولنا صيغة منتهى الجموع بتيجي حرفين وبعدين ألف وبعدين حرفين أو ثلاث حروف أوسطهم ساكن مراعن هنا بعدها حرفين وهو العين والياء المحزوفة اللي عوضنا عنها بالتنوين يبقى مراعن ممنوع من الصرف لعلة واحدة لأنها صيغة منتهى الجموع مرت خمسة أسابيع أسابيع هي الممنوع من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع فهي ممنوع من الصرف لعلة واحدة دخلتوا كبرى المدارس هنلاقي إن كبرى ممنوع من الصرف لعلة واحدة لأنها اسم مخدوم بألف تقنيس مكسورة المدارس ممنوع من الصرف لعلة واحدة لأنها صيغة منتهى الجمعة إن داود من أنبياء الله هنلاقي إن داود ممنوع من الصرف لأنها علم أعجمي يبقى ممنوع من الصرف لعلتين أنبياء ممنوع من الصرف لعلة واحدة لأنها اسم مخدوم بألف تقنيس ممدودة وهنا ألف التقنيس الممدودة زائدة تشجع مصر المواهب الخلاقة هنلاقي أن المواهب هي الممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع فعدة من أيام أخر الممنوعة من الصرف هنا أخر لأنها صفة على وزن فعل يبقى هي ممنوعة من الصرف لعلتين يزيد يحب أحمد ويزيد من حبه له هنلاقي أن يزيد الأولى دي ممنوعة من الصرف لأنها علم على وزن الفعل أحمد ممنوع برضو من الصرف لأنها علم على وزن الفعل هند تحب مصر هند ومصر يجوز منعهما ويجوز صرفهما لأنهم علم مؤنى الساكن الوسط وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هنلاقي أن مثنى وثلاث ورباع دي كلمات ممنوعة من الصرف مثنى على وزن مفعل ثلاث على وزن فعال رباع على وزن فعال يبقى كده صفة على وزن مفعل أو فعال يبقى كده ممنوع من الصرف لعلتين أحمد الله على نعمة الماء السماء الهواء الغذاء ونعم أخرى عظمى هنلاقي هنا أن أحمد دي فعل يبقى مش ممنوع من الصرف ماء هنلاقيها أن فيها ألف التأنيس الممدودة ولكنها أصلية من أصل الكلمة يعني لما نحزف الألف والهمزة هيتبقى حرف المين بس يبقى ماء مش ممنوع من الصرف السماء نفس الكلام لما نحزف الألف والهمزة هيتبقى السين والمين بس فهي كده من أصل الكلمة برضو يبقى مش ممنوع من الصرف الهواء برضو مش ممنوع من الصرف لأن الألف والهمزة من أصل الكلمة الغذاء برضو الألف والهمزة من أصل الكلمة يبقى مش ممنوع من الصرف يبقى أحمد وماء وسماء وهواء وغذاء كده دي كلمات مش ممنوعة من الصرف أخرى هي اللي ممنوعة من الصرف وعظمة برضو ممنوعة من الصرف لأن هي عبارة عن كلمات مختومة بألف تأنيس مكسورة زائدة يبقى أخرى وعظمة ممنوعة من الصرف لعلة واحدة السؤال اللي بعد كده بيّن الأعلام المصروفة والممنوعة والتي يجوز منعها أو صرفها صفاء صفاء ممنوعة من الصرف أولا ممكن لو جت على اسم بنت هنقول علم مؤنس يبقى دي ممنوعة من الصرف لعلتين أو لو هي مش اسم بنت هتبقى ممنوعة من الصرف لعلة واحدة لأنها اسم مختوم بألف تأنيس ممدودة زائدة هند يجوز منعها ويجوز صرفها لأنها علم سلاسي أو سطو ساكن مصر يجوز منعها ويجوز صرفها لأنها علم سلاسي أو سطو ساكن نوح يصرف لأنه علم أعجمي ساكن الوسط لوط هود برضو يصرف لأنها علم أعجمي ساكن الوسط مريم ممنوع من الصرف لأنها علم مؤنس يبقى ممنوع من الصرف لعلتين شمس ورد وعد حور نور دي كلمات يجوز صرفها أو منعها لأنها عبارة عن علم سلاسي أو سطو ساكن أحمد ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن الفعل بعلبك ممنوع من الصرف لأنه علم مركب تركيب مسجن منه ممنوع من الصرف لأنها علم مؤنس دخل العمال والمصنع أحادة أحادة هنلاقي الممنوع من الصرف هنا أحاد أحاد الأولى هتعرب حياة منصوب الفتحة أحاد التانية هتعرب توكيد لفظي منصوب الفتح غردت العصافير فوق الأشجار الممنوع من الصرف هنا العصافير هتعرب فاعل مرفوع بالضمة الأرض والخضراء تسعد النفس هنلاقي الممنوع من الصرف هنا هي الخضراء هتعرب نعت مرفوع بالضمة تشجع مصر المواهب المواهب هنا هي الممنوع من الصرف وهتعرب مفعول به منصوب بالفتحة اشتريتوا ساعة سوداء هنلاقي إن سوداء هي الممنوع من الصرف وهتعرب نعت منصوب بالفتحة صليتوا في مساجد أثرية هنلاقي إن مساجد هي الممنوع من الصرف وهتعرب اسم مجرور بالفتحة إبراهيم طالب متميز هنلاقي إن إبراهيم هي الممنوع من الصرف وهتعرب مبتدأ مرفوع بالضمة سافرت إلى باريس لأشاهد برج إيفل باريس هتبقى ممنوع من الصرف لأنها اسم أعجامي هتبقى اسم مجرور بالفتحة إيفل هتبقى مضاف إليه مجرور بالفتحة برضو هي ممنوع من الصرف سلمت على أكرم الطلاب أكرم هنا هي اسم ممنوع من الصرف هتبقى اسم مجرور بالكسرة لأن جه بعدها مضاف أعطيت مريم هدية مريم هتبقى مفعول به منصوب بالفتحة مررت ببساتين رائعة بساتين هي الممنوع من الصرف وهتعرب اسم مجرور بالفتحة لأن ما جاش بعدها مضاف ولا هي جات معرفة بقل كم من مراعن أهملت الممنوع من الصرف هنا مراعن لأنها على صيغة منتهى الجموع هتعرب تمييز مجرور بالفتحة المقدرة على الياء المحزوفة مرت خمسة أسابيع هنلاقي أن أسابيع ممنوع من الصرف هتعرب مضاف إليه مجرور بالفتحة لقد خلقنا الإنسانة في أحسن تقويم هنلاقي أن أحسن هي الممنوع من الصرف وهتكون اسم مجرور بالكسرة علشان جيه بعدها مضاف إليه التمرين اللي بعد كده أدخل كلمة دنيا في جملتين مرة ممنوعة لعلة واحدة ومرة ممنوعة لعلتين دنيا طالبة مشتهدة هنا دنيا دي هتبقى ممنوعة من الصرف لعلتين لأنها عالم مؤنس لأن ده اسم بنت لكن لما أقول هذه دنيا فانية دنيا هنا هتبقى ممنوعة من الصرف لعلة واحدة لأنها اسم مختوم بألف تقنيس مكسورة زائدة أدخل كلمة حسناء في جملتين مرة ممنوعة لعلة واحدة ومرة ممنوعة لعلتين هنقول حسناء بنت حسناء حسناء الأولى ده اسم بنت يبقى كده ممنوع من الصرف لعلتين لأنه عالم مؤنس أما حسناء التانية هتبقى ممنوعة من الصرف لعلة واحدة لأنها اسم مختوم بألف تقنيس ممدودة زائدة التمرين اللي بعد كده أدخل كلمة أسماء في جملتين مرة مصروفة ومرة ممنوع من الصرف الجملة الأولى أسماء طالبة مجتهدة أسماء هنا ده اسم بنت يبقى تبقى ممنوع من الصرف بعلتين لأن هتبقى عالم مؤنس أما الجملة الثانية لم أكتب أسماء الطلاب هنا أسماء مصروفة لأن ألف التأنيس الممدودة مش زائدة عن الكلمة ولكنها من أصل الكلمة لأنها منقالبة عن أصل أصلها ساما و يبقى الهمزة دي كان أصلها واو أدخل كلمة هدى في جملتين مرة مصروفة ومرة ممنوع من الصرف أول حاجة هدى بنت جميلة ألا أن هدى ده اسم بنت يبقى ممنوع من الصرف لعلتين لأنه عالم مؤنس الجملة الثانية أن هدى الله هو الهدى هدى هنا مصروفة لأن ألف التأنيس المقصورة ليست زائدة ولكنها من أصل الكلمة أدخل كلمة أكرم في جملتين مرة ممنوع من الصرف ومرة لا أكرم طالب مجتهد هنا أكرم اسم علم على وزن الفعل يبقى ممنوع من الصرف لعلتين لكن لما أقول أكرم المعلم الطالب هنا أكرم دي فعل يعني مش ممنوع من الصرف لأن ممنوع من الصرف لازم يكون اسم اجمع كلمة تلميذ واجعلها مرة ممنوع من الصرف ومرة مصروفة هنقول هؤلاء تلاميذ ماهرون هنلاقيها أنها ممنوع من الصرف لأنها جاية على صيغة منتهى الجموع أبارة عن حرفين الحرف الثالث ألف بعده ثلاث حروف أوسطهم ساكن لكن لما أقول هؤلاء تلاميذ ماهرون هنلاقيها أن هي مصروفة لأنها بتحتوي على حرفين الحرف الثالث ألف وبعده ثلاث حروف أوسطهم متحرك اجمع كلمة فرعون واجعلها مرة ممنوعة من الصرف ومرة مصروفة الجملة الاولى فراعين مصر فراعين هنا هتبقى ممنوعة من الصرف لانها صيغة منتهى الجموع حرفين والحرف الثالث ألف بعده ثلاث حروف اوسطهم ساكن لكن لما اقول فراعينة مصر هنلاقي فراعينة هنا مصروفة لانها ايوة صيغة منتهى الجموع لكن حرفين الحرف الثالث ألف واللي بعده ثلاث حروف لكن اوسطهم متحرك ضع كلمة شمائل في جملتين مرة مجرور بالفتحة ومرة مجرور بالكسرة هنقول كم من شمائل يتحلى بها الإنسان هنا هنلاقي إن شمائل مجرورة بالفتحة ليه؟ لإن هي جاية نكرة وما جايش بعدها مضاف إليه لكن لو قلت كم من شمائل الخير يتحلى بها الإنسان هنلاقي هنا شمائل مجرورة بالكسرة لإن جه بعدها مضاف إليه ضع كلمة مساجد في جملتين مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسرة هنقول صليت في مساجدة واسعة مساجدة هتبقى مجرورة بالفتحة لأن هي جاية نكرة وما جاش بعدها مضاف إليه لكن صليت في المساجد الواسعة هنلاقي هنا في المساجد يبقى هنا مجرورة بالكسرة لأن هي معرفة بأن وممكن أقول صليت في مساجد القرية هنلاقي برضو أن جه بعدها مضاف إليه يبقى مساجد هنا هتبقى مجرورة بالكسرة ضع كلمة أفضل في جملتين مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسرة مررت على طالب أفضل من غيره أفضل هنا هتبقى أفضلة ليه؟ لأن هي مجرورة هنا بالفتحة لأن ما جاش بعدها مضاف إليه ولا جت معرفة لكن لما أقول مررت على الطالب الأفضل من غيره هنا الأفضل جت مجرورة بالكسرة لأنها معرفة بأل أو ممكن أقول مررت بأفضل طالب هنا أفضل طالب هتبقى مجرورة بالكسرة لأن جه بعدها مضاف إليه ضع كلمة أعظم في جملتين مرة مجرورة بالفتحة ومرة بالكسرة مررت على معلم أعظم من غيره يبقى هنا مجرورة بالفتحة مررت على المعلم الأعظم من غيره مجرورة بالكسرة مررت بأعظم معلم يبقى مجرورة بالكسرة عشان بعدها مضاف إليه مساكين هقول سلمت على مساكينة مساكينة هنا مجرورة بالفتحة لأنها جات نكرة وما فيش بعدها مضاف إليه لكن لما أقول سلمت على المساكيني مجرورة بالكسرة لأنها معرفة بقل سلمت على مساكيني القرية هنلاقي هنا مجرورة بالكسرة لأن الجيه بعدها مضاف إليه مدارس هقول ذهبت إلى مدارس عديدة مدارس هنا هتبقى مجرورة بالفتحة لأنها جاية نكرة وما فيش مضاف إليه بعدها لكن لما أقول ذهبت إلى المدارس العديدة هنلاقي أن المدارس هنا مجرورة بالكسرة طيب لما أقول ذهبت إلى مدارس المدينة هنلاقي مدارس هنا مجرورة برضو بالكسرة لأن بعدها مضاف إليه شياطين لما أقول ليس الصالحون بشياطينة شياطينة هنا هتبقى مجرورة بالفتحة لكن لما أقول ليس الصالحون بالشياطيني هنا الشياطيني مجرورة بالكسرة لأنها معرفة بقل مساجين هقول ليس الأحرار بمساجينة طيب التانية ليس الأحرار بالمساجيني كبرى زرتوا أماكن كبرى هنا هتبقى مجرورة بالفتحة لكن لما أقول زرتوا كبرى الأماكن هتبقى مجرورة بالكسرة زرتوا الأماكن الكبرى كده برضو مجرورة بالكسرة أكبر هقول مررتوا بميدان أكبر يبقى أكبر هنا هتبقى مجرورة بالفتحة لكن لما أقول مررتوا بأكبر ميدان هتبقى مجرورة بالكسرة وبرضو مررته بالميدان الاكبر هتبقى هنا مجرورة بالكسرة ملحوظة مهمة بقى بعد ما خلصنا الدرس ان الممنوع من الصرف بيجي اسم نكرة او معرفة عادي يعني لما يقول استخرج ممنوع من الصرف ادور عادي على اسم نكرة او اسم معرفة ما ادورش على اسم نكرة بس وكده يكون درسنا انتهى النهاردة ويا رب يكون سهل وبسيط ولو اعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا اعجاب للفيديو والسلام عليكم